مليار شخص في العالم يفتقرون إلى مياه الشربة فيما ثلاثة مليارات ونصف يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي أرقام كشفت عنها الأمم المتحدة للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في تقرير مشترك قبيل ساعات من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه احتفاءاً باليوم العالمي للماء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر العالم بكونه يسير بشكل أعمى في طريق خطر ملفتاً إلى أن الإفراط في استخدام البياه الجوفية وارتفاع درجة حرارة سطح الكوكب والتلوث أمور تؤدي إلى استنزاف شريان حياة البشرية حسب التقرير الأممي استخدام البياه يزيد حول العالم بواحد في المئة سنوياً على مدار السنوات الأربعين الماضية ولمواجهة العطش يلجأ السكان إلى المياه الجوفية ولا يتوانون عن استخراجها بكميات مفرطة فما بين مائة ومائتي ألف متر مكعب من احتياطات المياه الجوفية تنضب كل عام